موسيقى منذ صباح الباكر تبدأ تلك السيدات عملا فنيا بالغ الدقة والجمال صناعة الملابس والنسيج المطرزة بخيوط الفضة والمعروفة بالتلي وهي أزياء تراثية تميزت بها محافظة سهاج وورثتها وحافظت عليها شيماء لتؤسس مشروعها الرائد في جزيرة شندويل بدأت المشروع ما كانش فيه أي وظائف أو أي شغل فبدأت أن أفكر أن أعمل المشروع أدر منه دخل وأشغل عدد من الستات معي علشان إحنا فيه في محافظة سهاج فقر وبطالة وعدد كبير من البطالة ففكرت أن أعمل المشروع أن أنفع نفسي وأنفع الناس توجهت إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة سهاج أخذت منه قرد وبدأت بعمل المشروع بدأت بعشر سيدات وبعدين بدأت بعشر سيدات ساعدنا جهاز تنمية المشروعات في التسويق فبدأ المشروع يكبر من خلال التسويق يعني بدأ أنه يوفر لنا معارض داخلية ومعارض خارجية فده دانا فرصة وأتاح لنا فرصة كبيرة أن نصدر منتجاتنا برا وأن نحن نسافر وأن نعمل شغل أحلى وساعدنا كمان أن نحن دورات تدريبية إزاي أن نكون مميزين في الشغل كان في الأول في بداية شغلنا كان عبارة عن الجلاليب والشلات بدأنا أن نحن نطور ونعمل البلوزات نعمل حاجات كتيرة منها مش بلوزة بس مش جلبية مش شال حتى إحنا دخلنا في المفروشات دخلنا في الستاير إحنا المنتجات بتاعتنا منتجات غالية جدا أسعارها مرتفعة بسبب أن هي الخيوط بتاعتها مستوردة أصلا وخيوط فضة بيوجد كذا نعمل الخيوط يأما فضة خالص أو أن عليها نسبة من المعدن فالخيوط غالية الأيد العاملة برضي غالية المنتج ده كان في فترة من الفترات كان الموضة بتاعت كريستيان ديور فرنسا فهو منتج عالمي منتج تراثي متوارس مش أي حد بيعمله الشغل أتاح للسيدات في البلد أن هي تكون متفتحة وتفهم الدنيا حولها ماشي إزاي إحنا بقينا جزير الشندويل أو في محافظة سوهاك بجية المثل لكل القرى اللي حواليها أن الستات تطلع تشتغل الحمد لله أنا فخورة الحمد لله جدا فخورة بأهل بلدي وفخورة بالسيدات بتوع بلدي أن هما بيشتغلوا مش مستنين من حد منحة ولا مستنين هبة من حد أن هما بيشتغلوا معتمدين على نفسهم يعني ما شاء الله عليهم فخر أن أنا طلحت من القرية اللي أنا فيها وأن كان ممنوع الستة تطلع وممنوع أن هي تسافر وممنوع أن هي تروح أي مكان وأن أنا وصلت للعالمية يعني أنا بيشتغل مع بيوت أزياء عالمية حصلت شايماء على قرد المتناهي الصغر من جهاز تنمية المشروعات لكنها استفدت أكثر بالفرص التسوقية التي قدمها الجهاز والتي مكنتها من الوصول بمنتجاتها إلى أكبر دور الأزياء العالمية سهاج بلد المواوية سهاج برج الزغلي سهاج يا حبيبي يا حبيبي